سلسلة اجتماعات مكوكية بين بغداد واربيل شهدتها الساعات الماضية اسفرت عن تفعيل غرف العمليات المشتركة بين الطرفين وانشاء اربع لجان ولوائين مشتركين بين البيشمرغا والجيش العراقي لضبط امن المناطق التي تشهد فراغا امنيا وزارة البيشمرغا في اقليم كردستان اعلنت التواصل الى تفاهمات امنية مع الحكومة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وابرزها كاركوك في ظل تزايد القلق من تصعد هجمات تنظيم داعش الارهابي في هذه المناطق والتي بدأت توقع خسائر بشرية وبحسب تسريبات شبه مؤكدة فان التفاهمات بين بغداد واربيل ستتضمن تعاونا وتنسيقا امنيا وثيقا لحفظ امن واستقرار المناطق المتنازع عليها ووائد الارهاب فيها ويعد هذا الاعلان الاول من نوعه الذي يشير الى التحقيق التقدم في ملف المناطق المتنازع عليها بين الجانبين مع تساع رقعة هجمات تنظيم داعش في المنطقة خلال الاسابيع الاخيرة وتشمل المناطق المتنازع عليها محافظة كاركوك ومدنا وبلدات وقرى في محافظات نينوى صلاح الدين وديالا تقول سلطات اقليم كردسان انها تابعة للاقليم بينما تؤكد بغداد ان هذه المناطق يجب ان تخضع لسيطرة السلطات الاتحادية ومنذ مطلع شهر الجاري اولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظم اهتماما كبيرا بتطبيق الاتفاق الامني المشترك بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمرقة سيما ان الاقليم يرى ان الحل الامثل لاستقرار المناطق المتنازع عليها يكمن في استمرار التنسيق المشترك بين قوات البيشمرقة وقوات الجيش العراقي للحفاظ على الامن في تلك المناطق ولم يعرف لحد اللحظة ما اذا كانت التفاهمات الجديدة تشمل الوضع الامني في سنجار التي سبق ان شكلت الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الاقليم لجنة مشتركة تولى مسؤولية ادارتها هو اوكلت ادارة الامن فيها لقوات الشرطة الاتحادية يشار لان هناك رغبة كردية بتنفيذ عمليات امنية واسعة تشارك فيها قوات من بغداد واربيل لملاحقة بقايا تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها من خلال استغلال الدعم الذي يمكن ان يقدمه التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش